أحب فقط أن أشير إلى نقطة أن عدم القدرة مننا جميعاً ومن بعضاً على وجه الخصوص عدم القدرة على إدراك أن هناك سيناريوهات بديلة إمكانيات بديلة احتملات أخرى قائمة ولو في عالم الخيال يجعل الإنسان المزوّد في هذه القدرات العقلية واللياقات الذهنية المعرفية العالية جداً والمتخصصة جداً يجعل يعود مرة أخرى فينحط في أسفل سافلين يهدر هذه اللياقات ولا يفكر إلا ضمن أنماط معدودة محدودة مرسومة لا يقوم عمله هنا على الإبداع إنما على الإجترار والتكرار وربما العلوق يعلق في فخ ماذا؟ في فخ المشكلة ذاتها التي ولدت السؤال يعيدها بذاتها بذاتها سأضر مثلاً وحينا ثم أغادر أن الوقت أدركنا وهي مسألة أن معظم البشر ولا أستثنى حتى العلماء لأسف الشديد فقط الذين يستثنون هم العلماء المبدعون والمبدع ما العلماء طبعاً في العبقري أكثر من المبدع ما في عبقري ليس مبدع لكن ليس كل مبدع عبقري انتبهوا ونقول لي ما الفرق دراسات العبقرية كلمة واحدة فقط العبقري وهذا أحسن تعريف العبقري هو الذي يترك الدنيا بعده ليس كما كانت قبله انتبهوا في ناس عندهم نظريات ذكية جداً في الفيزياء في الرياضيات في الأدب في الفن في الشعر في النقد في أي شيء ولكنهم لم يحولوا مسار تفكير البشر المنظور للعالم لم يفعلوا هذا يعني قالوا له فعل نيوتن فعل فعل طبعاً ما في كلام كوبرنيكورس فعل ثورة كوبر شاز دارون فعل ألبرت أنشتاين فعل رواد ميكانيكي الكمل العظام هايزنبيرغ وشرودينغار ونهلزبور فعلوا كل هؤلاء عباقر هؤلاء ما فيه العالم كله بعدهم أصبح مختلفاً عنه عما كان من ذيخة قبل هؤلاء عباقرة مبدعون وعباقرة بس فيما مبدعون كفر بلا شك لكن ليسوا عباقرة لم يصلوا درجة إيه عبقرير عبقرير كلمة صعبة كثيرة بعض الناس يعطي الألقاب مش بس علامة وعالم كذا وعبقري مش عال مثلاً مش هيك لا 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 يجب أن نكون أكثر تواضعاً ورحم الله امرأ عرف قدر نفسي عرف قدر نفسي ما يعطي الجهلاء لا وزن له عند العلماء نتبق عند الأذكياء جهل يعطيك مئة لقب لا يعتبر شيئاً منها فأنا سأل الله أن يعرفنا بأقدار أنفسنا وأن نتفز دائماً بالتواضع بالتواضع لأننا نحب الحقيقة لين نزيف لين ندجل وخادر قدرنا نحن البسطاء الفقراء المزاكين نسأل الله أن يزيدنا من فضله وقل ربي زدني علم وقل ربي زدني علم العلماء حتى عموماً ليس مستثنياً مستثنياً مثل مصطفين غير مصطفين غير مستثنياً اسم مفعول